تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالستار سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير نتابع معكم تدبر آيات القرآن الكريم حيث توقفنا في اللقاء الماضي بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم من سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين طبعا هذه الآية العظيمة تبين أهمية الصدق وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وطبعا عندما يطلب المولى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا فيتعلق الأمر بالإيمان فعلى المؤمن الاستماع وتطبيق ما يطلب منه فعندما يقول للمؤمن اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقايا كونوا مع الصادقين بمعنى كونوا من الصادقين لكن لماذا قال مع هنا مع بمعنى من والمقصود أن يعطي هذا القول معناً إجمالياً عاماً شوفوا عظمة القرآن ليست القضية قضية أن يقول المفسر بأنه مع يعني هي من لا ليس كذلك هنا فرق بين وكونوا مع الصادقين وكونوا من الصادقين كونوا مع الصادقين أي التحموا بهم فتكونوا في معيتهم فإذن تكون لحمة الصدق لبناء المجتمعات هي الأساس فالصدق هو أن تتطابق النسبة الكلمية مع الواقع طيب وعندما يقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصدق هو الخلة التي تجمع كل الإيمان ونرى التطبيق لذلك في قصة الرجل البدوي الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن في خلالا ثلاثة لا أقدر على التخلي عنها أبدا أما الأولى فهي النساء وأما الثانية فهي الخمر وأما الثالثة فهي الكذب وقد جئتك يا رسول الله لتختار لي خصلة من الثلاثة وتقويني عليها وأعاهد الله سبحانه وتعالى إن سرت بها أن أترك الخصلتين التاليتين فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له تب عن الكذب فإذا تاب عن الكذب فعندها لا يمكن أن يشرب الخمر لماذا؟ لأنه إذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم أشربت الخمر فإذا سيكذب إذا قال لا وإذا جاء ليختلس بالنظر إلى امرأة وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيجيب فإذا الكذب يهدي إلى البر الصدق يهدي إلى البر الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي يكون المؤمن جبانا قال قد أي يكون المؤمن بخينا قال قد قيل أي يكون المؤمن كذبا يا رسول الله فقال والذي نفس محمد بيده لا يكون المؤمن كذبا لأن مدخل الإيمان هو التصديق بالقضية العقائدية الجازمة إذن الصدق هو رأس الأمر كله كونوا مع الصادقين أي لا تقولوا كلاما لا يصادقه الواقع وكذلك إياكم أن تقولوا كلاما يناقض أفعالكم هذا الكذب يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والمفون بحادهم يقول الله سبحانه وتعالى والمفون بحادهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هاي تفسير لهذه لا يتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه صفات من صدقه وهذه الآية العظيمة التي نحن بصددها تبين بشكل قاطع مكانت الصدق بالنسبة لدين الإسلام يتابع المولى سبحانه وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيلة إلا كتب لهم به عملا صالح إن الله لا يدع أجر المحسنين الحديث هنا طبعا فيه رجوع إلى الذين تخلفوا عن غزو التابوك وأنت إذا قلت رغبت معناها أنك ملت ميلا قلبيا أما إذا قلت رغبت فيه كان الميل قلبي إلى ممارسة الفعل رغبت عن فيه تجاوز وهذا يعني أنهم فضلوا أمر نفوسهم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك نجد سيدنا عمر رضي الله عنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال يا رسول الله أنا أحبك عن أهلي ومالي إنما نفسي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمر ومن نفسك التي بين جمعي إذن هنا ما كان لهم أن يتخلفوا لأن هذا يناقض الإيمان ونعلم أن الضمأ قد أصابهم في جيش العسرة هذا ولا نصب التعب يعني النصب هو التعب وكانت الغزوة في جو حار مرهق ولا مخمصة أي مجعة وقد كانوا يأكلون التمر حتى لو أصابه الدود ولا يطأون موقعا يغيظ الكفار نعلم أن الكفار كان لهم رقعة من الأرض يتمركزون فيها فحين يغير عليهم المؤمنون في تابوك ويزحزهونهم عن هذا المكان وينزلون إلى الوديان والبساتين التي كان فيها الروم فهذا أمر يغيظ الكفر والشرك إذن فهم حين يطأون موطيا فهذا يغيظ العداء ولا ينالون من عدو نيلا أي يأخذون من عدو منالا والمعنى أن يقهروا العدو فيتراجع ويشعروا بالخسران وحينئذ يأخذون الجزاء الخير من الله سبحانه وتعالى وكل ما حدث أن الضمق والنصب والمقمصة ووطء الموطئ الذي يغيظ ثم يأتي بأحداث أخرى غير الضمق والنصب والمقصة ووطء الموطئ الذي يغيظ الكفار والنيل من عدو الله نيلا فيقول سبحانه ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون إذن كل شيء محسوب من الله فحتى هؤلاء الذين أنفقوا فالله سبحانه وتعالى يعلم ماذا أنفقوا وسيجزيهم عليه وهؤلاء الذين ساروا في الطريق الطويل وقطعوا لديان يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة التموك الله سبحانه وتعالى يكتب لهم الخير وبعد ذلك تضفق المسلمون على تنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابع المولى سبحانه وتعالى وَمَا كَنَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَهُ فَلَوْ لَنَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طائفة ليتفقه في الدين وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ هذه الآية جاءت تعقب آيات المتخلفين عن تبوك عن غزوة تبوك مع رسول الله لكن يبقى أمر آخر هو ضرورة وجود من يحملون العلم والعلم بالإسلام فإذا كان هناك من يضحي بنفسه وينفق من ماله هو دليل صدق فهذا لا يعني أمداً باستغناء عن العلم وعن هؤلاء الذين عليهم أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يوحي به الله له إذن فهناك منهج من الله وهناك استقبال لهذا المنهج من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً ومن السامعين لرسول الله ثانياً يسيح به في البلاد فكيف دخل الإسلام إلى شرق آسيا وإلى البلدان وإلى كل العالم من خلال أخلاقهم من خلال تعاليم دينهم الذي ينشر الفضائل والاستقامة إذن وساعة نسمع وما كان كان فعلاً أنه مكاناً للمؤمنون يعني وما كان المؤمنون ينفروا إذن أنها جهود لهذه المسألة أي ما كان يصح أن ينفر المسلمون كافة أي جميعاً بدون أن يبقى منهم أحد أحد مجل العلم فهكذا فإذن العلم هو أساس ولذلك الإسلام نوم والقلم وما يسترون الإسلام أول ما نزل أول كلمة اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فإذن هنا الفقه والفعل ولذلك نحن علينا أن نفهم الإسلام وأن نتعلم فلولا نفر إذن فلا يكفي فقط لا بد لا يكفي فقط أن يذهب الناس مع رسول الله سعروا سعروا أو يذهبوا إلى الجهاد لابد من أن يبقى البعض يستمع إلى الوحي من رسول الله لأنه الكثير من الغزوات المعاركة النبي صلى الله عليه وسلم يقى في المدينة طيب فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يتفقهون في الدين ويتعلمون أحكام الدين أحكام الأخلاق أحكام الاستقامة فيما يتعلق بذلك لتكون انذار للناس من ارتكاب المعاصي وارتكاب المعاصي والمحرمات هي أضرار المجتمع فإذا تعلم الناس الاستقامة وتعلم الناس الأخلاق وتعلم الناس الإيمان وتعلم الناس الدين وتعلم الناس عدم الكاتب وعدم الغيبة وعدم السرقة وعدم شرب الخمر وعدم لعب القمار وعدم السطو وعدم الرشوة وعدم كذا إذن تفقه وفهم الدين الحقيقي ولا بصحة المجتمع وليس كما حوله الإرهابيون والتكفيريون إلى أداة لقتل الناس وقتل وتشويه هذا الإسلام العظيم فإذن الدين وتعاليم الدين والفقه في الدين وتعلم الدين يجب أن يكون دائماً هو أساس لسير في ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يحقق الخير للبشر يا جواب إذن فالتفقه هو سبب النفرة مثل ما نبعث الآن باثة لأي بلد متقدم لنأخذ بعلوم الحضارة والفقه كما قلت في اللغة هو الفهم الفقه مطلقاً هو الفهم لكنه أصبح مصطلحاً يعني فهم الأحكام الدين الإسلامية بأنه هو الذي يحدد الصواب والخطأ ولا يقال الفقه إلا لمن فقه وتفقه في الدين ليتفقه أي ليعلموا أحكام الله سبحانه وتعالى وما أنزل على رسوله وهذا هو المنهج الحق ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعذرون أي يتجنبون ما يضرهم يتابع المولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين أولاً يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم يعني الأقرب منكم العدو الأقرب إذا بقتال العدو الأقرب على الأدرار بكم فهنا لابد من الشدة والجرأة والشجاعة لذلك قالوا يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة وقد يستطيع الإنسان صبر عن طعام الأسابيع ولا يصب الإنسان عن قطاع الماء إلا أياماً تتراوح من ثلاثة إلى عشرة فإن هذا ينفي الغلظة وأقول لنفرق بين أمرين أمر الغلظة في أن تكون الحجة قوية وأمر الغلظة التي تطلبها قتال المعتدين من المشركين فهذا أمر ضروري إذن هنا يفيد وليجدوا فيكم غلظة أن الغلظة ليست صفة دائمة فقط في رد الاعتداء عن بلادكم إذن غلظة بما يناسب الموقف لأن الله سبحانه وتعالى قال للنبي لولا كنت فضا غليظا بقلبنا ففضل من حولك هذا دليل كامل وطبعاً عندما ترد العدوان فتطلب ذلك منك الشدة واعلموا أن الله مع المتقين إذن أن تكون مع معية الله سبحانه وتعالى فطالما أنك اتقيت الله سبحانه وتعالى فإنك أدخلت لفسك في معية الله يتابع المولى سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانة وهم يستبشرون إذا هنا وإذا ما أنزلت سورة ونحن نعلم من قد تحدثنا عدة مرات بأنه المرة القرآنية يقول نزل وأنزل ونزل فالقرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم نزله الحق سبحانه وتعالى نجوماً فالتنزيل معناه مولاة النزول لأبعاد القرآن أجزاء القرآن فالقرآن قد أنزل كله ثم بعد أن اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم بعد ذلك نزله الحق سبحانه وتعالى نزل بجوريل على قلبي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمعت الآية هذه تنزيل الحق للقرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم نزول جوريل عليه السلام بالقرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحق أنزلنا وبالحق نزل كما جاء في سورة الإسراء وفي سورة أخرى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذري إذن هنا وإذا ما أنزلت سورة طبعا سورة هي طائفة من القرآن المسورة بسور خاص أوله بسم الله الرحمن الرحيم وآخره تأتي بعده سورة أخرى تبدأ بقول الحق سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أخوذ من السور الذي يحدد المكان إذن المقصود هو نزول الأجزاء من القرآن الكريم كان ينزل على الصلاة والسلام منجما مقصود بهذا هنا المنافقين الذين رجعوا عن الإيمان وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين أمنوا فزادتوا إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون إذن طبعا القرآن حق وهو من عند الله وله فعالية إشراقية في صفاء النفس سمعه الكفار من قبل وشاهدوا له أما المؤمن فحين يسمع فقد استبشر لكن أن يستقبل القرآن إنسان بقلب فيه كراهية للقرآن فلن يتأثر مثل ما قابل بعض المنافقين القرآن وقالوا لم نتأثر به أيكم زادته هذه إيمانا وهذا الهمس يأتي بلهجة المستهزئ وقائل الهمس يعني أن سمعه للقرآن لم يزيد شيئا عنده ولم ينقص وهو يهمس لمنافق مثله أو لضعيف الإيمان أيكم زادته هذه إيمانا فيرد الله على قضية النفسية ويعلمنا أنه سبحانه وتعالى قد قسم الناس قسمين فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستفشرون ويستفشر أي يمنأ السرون بشرته فطرى البريق والفرحة والانبساط وكلها من علامات الاستفشار أما الآخرون فيقول الحق سبحانه وتعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون الرجس هو الشيء المستقدر وتكون القضارة حسية ومرة تكون معنوية فالميتة مثلا قضارته حسية لأنها ماتت ودمها فيها طيب أما المعنوية فهذا يزيدهم رجسا على رجسهم ويصبح هذا الكفر مركبا عندهم إذن فنتيجة البشرة للمؤمن والإنذار للكافر هذا معنى هذه الآية يتابع المولى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون طبعا المنافق وتاريخ الملنفاق مع الإسلام مر بفتن كل عام هناك مصائب وفضائع فتجد الرسول صلى الله عليه وسلم حين يراهم أحيانا يخرج بعضهم من بين الصفوف ويقول لهم اخرج يا فلان فإنك منافق أكبره الله ثم بعد شهور يتكرر الموقف وهنا يذكرهم الحق سبحانه وتعالى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفيهم في كل عام شو بيصفيهم يصفيهم مثل يفكروا يعني بيقول هدوى المؤمنين وهدوى المنافقين بدليل أنه عندما كان المنافق يموت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا وصلوا على صاحبكم ما يقوم يصلي عليه بعد ما أمر الله سبحانه وتعالى إن صلاتك سكن النعم لا تقوم على قبري طيب أولا يفتنون الأصل في الفتنة أنها امتحان واختبار وهي ليست مزمومة الفتنة الاختبار منه مزمومة لامتحان لكن هنا يبين مولا سبحانه وتعالى ويمتحنون كان لابد أن يتوبوا أو يطعبوا ويعلموا أن وقوفهم ضد الإسلام لم ولن يحجوا بالإسلام أبدا فلماذا لا يتذكر كل منهم نفسه ويرى أن مصلحته الدنيوية والأخروية في الإيمان ذلك فأولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكروا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقحون أن هؤلاء المنافقين يشعرون بالضيق والحصار ويخافون أن يتكلموا لأنهم موجودون مع المسلمين ولكنهم لا يعدمون وسيلة للتعبير عن إشراكهم فيغمز الواحد منهم بعينه أو يشير إشارة بيده فإذا ما كانوا قد تساءلوا من قبل أيكم زادته هذه إيمانة فقد كان هذا السؤال يتعلق بالتكاليف أما في هذه الآية التي نحن بصددها فليس فيها تكاليف جديدة لقد كانوا يريدون أن يقولوا شيئا ولكنهم لم يستطعوا أن يتكلموا بأفواههم فتكلموا بأعينهم وراظاراتهم فكأن النظر نفسه كان فيه هذه الكلمة هل يراكم من أحدهم ثم صرف شايف ما أجمل تعبير القرآن إذن فأحيانا إنسان انفعالات الوجه هي بتعطي الإيجابي وبتعضي عدم الرضا من انفعالات الوجه هل يراكم من أحد دليل على أنهم في خوف من أن يضبطهم أحد ومع ذلك يتسللون خارج دائرة الاستماع للقرآن أو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يستطيعون الاستماع إلى منطق الحق لأنه يلجم الباطل والواحد منهم غير قادر على الإعلان بأنه كافر فينسحب ونصرف كل واحد منهم لذلك نجد أن بعضهم قد قالوا من قبل لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغنبون وذلك نتيجة الانصرافهم نفسيا إلى النفاق فيساعده سبحانه على ذلك فمدام لا يعرفون قيمة الإيمان فليذهبوا بعيدا عنه فالحق عندما يقول لأنهم وإذا ما أنزل صرف الله قلوبهم لماذا صرف قلوبهم؟ لأنهم هم انصرفوا لقد انصرفوا هم عن الإيمان ولذلك الله سبحانه وتعالى هو مصرف القلوب فلا يقول أن قائل ما ذنبهم وهو مصرف القلوب لا لقد انصرفوا هم فصرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون لا يفعمون والفهم هو أول مرحلة من مراحل الذات الإنسانية هناك فرق بين الفهم والعلم فالفهم يعني أنك تملك قدرة على تفاهم ذاتية الأشياء بملكة فيك لكن العلم يعني أنك قد لا تفهم أنت بذاتك وإنما يفهمك غيرك ويعلمك فأنت قد تعلم جزئية لا من عندك وإنما من معلم لك ولكن قد يقول قائل ما داموا لا يفقهون فما ذنبهم؟ نقول الذي لا يفهم عليه أن يتقبل التعليم لكن هؤلاء لم يفهموا ولم يتعلموا وأصروا على عدم قبول العلم وبعد ذلك تأتي خواتيم سورة التوبة من أعظم الآيات إذن سورة بدأت براءة هك بدأت التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من المشركين إياكم أن تفضوا في النهاية يقول إياكم أن تفضوا عن الرسول أو تغضبوه صلى الله عليه وسلم لأنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عن التم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف الرحيم الله أكبر ما أجملها ونلحظون أن الحق سبحانه وتعالى نسمى المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقول جئتكم برسول وكلمة رسول كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بفترته كلمة رسول تدل على أنه ليس من عنده وإنما رسول أي من عند الله لكن شوفوا الفترة من عند الله جاءكم رسول رسول أي من عند الله كلمة جاء تدل على أن الشحن الإيمانية جعلت لذاته عملا فهو صلى الله عليه وسلم يعشق الرسالة يعشق الصدق يعشق الخير إذن فهنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم ليس غريب عنكم واحد منكم قادر على التفاهم معكم من أنفسكم ولها معاني متعددة فممكن أن تكون من جسكم وهناك قراءة من أنفسكم ومن أنفسكم يعني عربي من جنس العرب هنا يجب أن نقف دقيقة لا يمكن الفصل بين العروبة والإسلام أبدا بسبب بأن القرآن عربي والنبي عربي والتعبد عربي والصلاة بالعربي فإذن لا يعتقد أحد بأنه يستطيع أبدا أن يفصل بين العروبة والإسلام كذلك لا نقبل أبدا بأن يتعدى أحد على العروبة لأن العروبة هي بالنسبة لنا هي الوجود وهي التاريخ وهي الثقافة وهي الحاضر وهي المستقبل وهي وحدة الأمة إذن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عربي يعني أنفسكم تعلمون تاريخه وتعرفون أنه أهل لتحمل أمانة السماء للأرض كما تحمل آماناتكم في الأرض من الأرض للأرض إذن لقد جاءكم رسول من أنفسكم ومن أنفسكم مرسل من الله رسول مرسل من الله إذن فعزيز عليه ما عن التهم فإذن لا يريد أن يشق عليكم أي أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه ما يتعبكم وما يعنتكم وهو صلى الله عليه وسلم حريص عليكم وبالمؤمنين إذن عزيز عليه ما عن التهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كلمة عزيز إذن يعز عليه ولا يقدر عليه أحد والشيء العزيز أي نادر رجود طيب إذن هنا ما معنى أنه يعز عليه صلى الله عليه وسلم أي مشقة أو أن يعنتكم بحكم فقلبه رحيم بكم هو لا يأتي لكم بالأحكام لكي يشق عليكم بل تتنزل الأحكام من الله لإذن مصلحتكم ذلك فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل أو قد نارا فجعل الجناد والفراش يقعنا فيها وهو يذبنا عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار رؤوف الرحيم والرأف والرحمة قد تلتقيان في المعنى العام ولكن هناك أمور تسلب مضرة وأمور تجلب منافع إذن سلب المضرات دائما مقدم على جلب المصالح والمنافع فحين نواجه عملا يضر وعملا ينفع نقوم بدرق ما يضر قبل أن ننجز العمل النافع ولذلك فهو رأوف رحيم الرأف سلب ما يضر إن الابتلاء المشقع ورحيم هو الذي يجلب ما ينفع من النعيم والارتقاء والله سبحانه وتعالى يقول إن ربكم لرأوف رحيم إذن هذه فإن استمعوا خلق آخر آية فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته ورب العرش العظيم طيب فإن يستمعوا لهذه الحيثيات وآمنوا فأهلا بهم وإن تولوا ولم يسمعوا لهذه الحيثيات ولم يدخل القرآن قلوبهم فإياك يا محمد أن تظن بأنك منصور بهم إنهم هم المنصورون بك لأنك منصور بالله فإن تولوا عنك وعرضوا عن الإيمان بالله فقل حسبي الله إذن فإن تولوا فقل حسبي الله لا أجعل في حسابي إلا الله سبحانه وتعالى ولا أضع في حسابي وأعلنها للناس كافة حتى يسمعوها ويتعلموها ولعل في إعلانها وإعلانك يا محمد لها ما يلفتهم إلى الحقيقة لأنك تتحدث برصيد الإيمان ورصيد الإيمان حسبي الله ونعم الوكيل بعد أن كذبوك وبعد الأحداث التي أتت حسبي الله تؤكد أن حسبك في مكانه الصعية فلا إله غيره سبحانه ولا ناصر ومعهين غيره ولا إله غير الله يعارض أوامر الله حسبي الله برصيد لا إله إلا هو إذا رصيد حسبي الله لا إله إلا هو طبعا لا إله إلا هو إثبات لوجود الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد لا إله إلا الله نفي لوجود غير الله سبحانه وتعالى إذن فنهاية فإن تولوا فقل حسبي الله من الحساب واحسبها فلن تجد إلا الله وما دام حسبك الله ولا إله إلا هو فسبحانه سوف يحميك وينصرك والنبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله ويجعل الحمل على الله والتوكل هو أن تعمل الجوارح وتتوكل على القلوب الكسالة هم من يريدون أن يكون توكل الجوارح وليس القلوب فإذن حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إذن رب العرش العظيم ما هو العرش طبعا العرش هو استدباب الملك وطالما أن الله سبحانه وتعالى وصف العرش بأنه عظيم إذن العظم هنا على مقدار العظمة الله رب الكون فرب الكون سبحانه وتعالى في عالم الملك وتدبر كل شيء بكمال قدرته كل ما في الكون ملك لله وسبحانه وتعالى عرشه عظيم وطبعا العرش باللغة هو صقف فحين تبني دورا واحدا تصدح له صقف ليحميك من وهي الشمس والمطر وكذا إلى آخره فإذن تعريف العرش لكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى العرش أي استواء الأمر ويدخل فيه كل المقدور لذلك يعبر عن الملك وكما نجد بأن بسورة أني وجدت مرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هذا في الدنيا فكيف العرش في مسبة الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إن أوسمي أمجي وهكذا بفضل الله انتهت سورة التوبة ولننتقل في الحلقة القادمة إلى سورة يونس بإذن الله يونس بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين تفسير القرآن الكريم فضيلة شيخ الدكتور محمد عبدالسطار سيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر